اشتركوا في القناة والذي يأتيكم ضمن تغطيتنا المتواصلة للانتفاضة العربية الكبرى ونتناول في هذا اليوم المشهد الانتفاضي والثوري في عدد من الدول العربية هذا اليوم المحتقن جماهيريا في مشهد مطالب المحكوم بالحرية ورغبات الحاكم بالبقاء في الحكم بأي ثمن التقرير التالي يلخص هذه المعادلة نتابع حوارية بين الحاكم والمحكم لغة فرضتها الثورات العربية المشتعلة منذ مطلع العام الجاري ولخصها بأن الشعوب التي عانت عقود من الظلم تعلن الآن أن زمن التغيير قد أصبح حقيقة والحرية المنشودة لا بد أن يكون لها ثمن فالمئات من القتلى والآلاف من الجرح الذين سقطوا على مذبح الحرية يقاطبون حكامهم بأنكم لا بد ماضون دون رجعة قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلما طلطخت أيدي الحاكم بالدماء كسر المحكوم حاجز الخوف ودخلت العلاقة بينهما في طريق لا عودة وأصبح التغيير قاب قوسين أو أدنى وعلى الرغم من أن الشعوب الثائرة في دول عربية وشعوب تنتظر الثورة تعلن يوميا أن احتجاجاتها سلمية إلا أن الحاكم لا يعدم وسيلة لمقاومة إرادة الشعوب فالرصاص والغاز المسيل للدموع والهراوة هي لغة الحوار بالإضافة إلى البلطجية وإثارة النعرات الطائفية والإقليمية والقبلية وكل ذلك أملا في البقاء أنا دافع ثمن بقائي هنا بقاء يقول الحكام أنهم دفعوا ثمنه وتأمن الشعوب أن تكون هذه الثورات آخر جولات الصراع مع الحكام فيتغاضون عن الثمن الذي دفعوه من دمائهم مقابل شعار الحرية والديمقراطية ورحيل النظام ونبدأ هذا المشهد الاحتجاجي هذا اليوم من سوريا حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية أن عدد قتل مظاهرات درعا جنوب سوريا ارتفع إلى سبعة عشر شخصا في أحدث موجة مظاهرات وقال شهود عيان إن قوات الأمن السورية قتلت ثلاثة محتجين على الأقل عندما أطلقت النار على مظاهرة في مدينة درعا وشهدت العديد من المدن السورية مظاهرات ضخمة عقب صلاة الجمعة اليوم طالبت بالحرية إحياء لسقوط عدد من الشهداء في الأسابيع الماضية لإلقاء مزيد من الضوء وتحليل أخبار هذه الحلقة أرحب معي في الاستوديو برئيس تحرير صحيفة القدس العربي الأستاذ عبدالباري عطوان أستاذ عبدالباري مظاهرات الجمعة تتجدد اليوم في سوريا عدد القتلى يزداد هذه المظاهرات تأتي بعد أسبوع شهدة إعلانا لرئيس الحكوم تسمية لرئيس حكومة سوريا جديد منح للرئيس السوري العدد الكبير من الأكراد للجنسية ماذا تريد هذه المظاهرات أن تقول أستاذ جمال علينا أن نتذكر بأن الشعب السوري يريد حريات يعني الشعب السوري يطالب بأبسط الأشياء إنهاء حالة الطوارئ انتخابات مجلس شعب منتخب مش موميات زي اللي بنشوفها في مجلس الشعب ناس يعني انتهم مدة صلاحيتهم بهم شباب يعني هذا لازم الشباب يأخذ دوره لازم يصير فيه تغيير تغيير في العقلية تغيير في الأشخراس تغيير في النهج تغيير في السياسات يعني خلص يعني يعني آن الأوان أنه النظام في سوريا يعني يسلم بمطالب الناس طيب اسمعنا الدكتورة بوثينا شعبان تقول بأن مطالب هؤلاء الناس مشروعة طيب مشروعة تعتقلوهم ليش؟ إذا مطالبهم مشروعة ليش الاعتقالات؟ ليش متضخهم طيب؟ يعني كمان هذا السؤال لازم نسأله الحكومة السورية تقول بأن الذي يطلق النار في بعض الأحيان هم عصابات وتشكلت لجنة للتحقيق الذين قتلوا في درعة هل برأيك يمكن في هذا المشهد الذي يغيب عنه الإعلام هل يمكن تصديق أي من الروايات التي ينقلها الإعلام أو حتى التي تنقلها المعارضة والمحتجين؟ مشكلة الإعلام السوري أنه إعلام فقد مصداقيته يعني لو هم عملوا مصداقية للإعلام الناس بتصدق روايتهم لكن الآن الناس تتساءل عن رواية الإعلام السوري لأن الإعلام السوري دائما كان إعلام دعائي وليس في إعلام مهني مثلا أو إعلام يعني يبحث عن الحقيقة ويقدم للقارئ الخبر الصحيح والتعليق الصحيح والمعلق الصحيح والرأي والرأي الآخر الآن هم في محنة محنة لأن الناس لا تصدق الإعلام السوري ومعهم حق الناس في الإعلام السوري طيب بيحكوا عصابات طيب يا أخي عصابات طيب وين كانت العصابات هاي؟ ما يعني الآن ظهرت هذه العصبات؟ ومين يمكن أن يحمل السلاح في سوريا غير أهل النظام والنظام؟ دعنا نحكي بصراحة المسألة تحتاج إلى مواجهة حقيقية تحريب السلاح ليس بالمشكلة الكبيرة سيد عبدالبارس في دولة فيها طلسانة كبيرة جدا من الأسلحة وأيضا في منطقة ملتهبة سيدي أنا أقول أن هناك تحريب السلاح أساسا طول عمره هناك تحريب السلاح أنا لا أشكك بالرواية الرسمية أنا بس أوضح هنا طول عمره هفيد ليش معنى الآن ظهر السلاح هاي؟ ليش ظهر الآن بالدرجة الأولى؟ يعني عمليا لأنه فيه مظاهرات وبعدين ليش المتظاهرين هم اللي بقتلوا بس؟ إذا كانت عصبات تقتل المتظاهرين ليش؟ هذه مظاهرات سلمية يا أخي الناس في سوريا يسمعنا النظام في سوريا يا أخي الناس لم يطالبوا بإسقاط النظام في سوريا يعني ما سمعناش ناس بتقول فليرحل ولا فليسقط النظام ولا الشعب يريد إسقاط النظام اسمعنا الناس بتقول الشعب يريد إصلاحات طيب يعني هؤلاء كثر خيرهم يعني الشعب السوري على درجة كبيرة من الوعي شعب السوري يريد إصلاحات في إطار النظام طيب يا أخي نعطيها الإصلاحات هذا كفر يعني إذا طالبوا من الإصلاحات أن الرئيس أعطى لشعب السوري من خلال تشكيل لجنة لدراسة إلغاء أو رفع حالة الطوارئ تنتهي هذه اللجنة ينتهي عملوها في آخر هذا الشهر أعطى تلميحا لشعب السوري بأن حالة الطوارئ ستنتهي وأعفى محافظ درعة وأعفى محافظ حمص تلبية لمطالب المحتجين الذين طالبوا بالإعفاء أو برحيل محافظي هذه المحافظات ألا يشكل ذلك تجاوبا مع جانب كبير من هذه المطالب؟ يا أبصد جمال الرئيس السوري والنظام السوري عدلوا الدستور في ربع ساعة دستور كامل عدلوا بربع ساعة بحيث أنه يعني يفسحوا مجال الانتخاب الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية خلافا اللوان ربع ساعة جلسة مجلس شعب على طول طب يعني طب ليش قرون الطوارئ بده شهر؟ ليش لآخر الشهر؟ طب الآن يقف الرئيس بشار الأسد يقول إحنا نلغي يا أخي يعمل الاجتماع على مجلس شعب يعني هو مجلس شعب ما هم كل موظفين بيجيبهم بالتليفون في دقائق بيجيبهم ومتفضلوا إحنا ألغينا حالة الطوارئ إحنا قررنا نعبد الانتخابات إحنا قررنا نلغي المادة الثامنة من الدستور اللي بتقول حزب البعث هو الحزب الحاكم هو المرجعية هو كل شيء في البلد طب يعني لابد من اتخاذ إجراءات يعني الشعب السوري ينتظر إجراءات عملية من حقه يا أخي أنا بقول طب إذا كان زي ما خلي نأخذ الكلام من أصحابه إذا كان الدكتورة بثين شعبان مستشارة الرئيس قالت هذه مطالب مشروعة طب يا أخي نفذوها هالمطالب المشروعة مش مطلوب أكثر من هيك وقول لك يا أخي إحنا مش ضد النظام إحنا يا أخي مع الإصلاح مش قادرين يفهم وأي واحد بنتقد بولك والله يضد النظام يا أخي الشعب مش ضد النظام الشعب بده إصلاح طب هل هناك مجال لإنكار بأن فعلا هناك مصلحة لأعداء سوريا على اعتبار أن سوريا تحتضن المقاومة وتدعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية لها مصلحة بأن تستمر هذه المظاهرات وتشكل ضغط على النظام السوري صحيح سوريا مستهدفة طول عمري أقول سوريا مستهدفة ونقول أنا طول عمري أطالب الرئيس بشار الأسد بالإصلاح لأن سوريا مستهدفة سوريا تحتضن المقاومة في هناك مشروع لضرب سوريا وضرب إيران وضرب حماس وضرب حزب الله طول عمرنا نقول هذا الكلام في مؤامرة نعم في مؤامرة بس يا أخي كيف تواجهها المؤامرة بتواجهها بالإصلاح مش بالقتل يعني بدك تواجهها المؤامرة بتستهدف سوريا واستقرار سوريا وإحنا حريصين على أمن سوريا وعلى استقرار سوريا وعلى بقاء سوريا بس كيف بتواجهها المؤامرة مش بتلاق النار على المتظاهرين اليوم 17 واحد في درعة طب يا أخي مش سوريين مش بشر بتوجهها المؤامرة بالإصلاح يا أخي أنت درقا للذرائع امشي في الإصلاح الغي حالة الطوارئ تجاوب مع الناس المحتجين في دول أنا لا أمدح لا ملك المغرب ولا السلطان قبوس يا أخي تجاوبوا مع طلبات الإصلاح تجاوبوا فورا في سوريا بقولك أنا بتجاوبش تحت ضغط يا أخي ليش ما تتجاوب تحت هذا شعبك اللي بيضغط عليك مش أمريكا ولا إسرائيل بيضغط عليك شعبك بالحقس الإنسان يجب أن يتجاوب لمطالب الشعب هذا مش إنسان غريب هذا إنسان سوري هذا إنسان مخلص هذا إنسان حريص على البلد وحريص على رئيسه وحريص على نظامه بس كمان نحترمه يا أخي أنا بدأوا لك شيء يا أخي أي سوري أنا بقابله مرعوب ميت من الخوف أول ما يفكر يرجع على دمشق طب ليش يا أخي ليش الإنسان السوري مرعوب من العودة لبلده وأنا بسأل الأجهزة الأمنية وبسأل الرئيس بشار كمان يا أخي إذا أعتقلوني بالله دافع عني يا أستاذ عبد الباري عطوان طب ليش هالرعب خلي المواطن السوري يكون في حالة استرخاء يرجع لبلده ترحب فيه وتحنحن عليه لأنه هذا الإنسان يخدم بلده بيحول أمواله ويروح بيستثمر وبيشتري بيوته بيساعد أسرته وبيخفف على الاقتصاد ليش أن ترحب فيه بلده مش لازم يكون أنه خايف رايح يعني طب بحقولنا بيقول أنه راح مذيعة في محطة في البي بي سي اعتقلوها ثلاثيين طب ليش تعتقلوها ثلاث تعمل مقابلات مع معارضين وتعمل مقابلات مع مؤيدين فليش تعتقل يعني هذا هو يعني مطلوب منهج أمن جديد مطلوب احترام للمواطن هل هذا كفر إذا حكيتها؟ الآن هذه التظاهرات التي تسير باتجاه هذه التظاهرات اليوم يبدو بأنها أكبر من تظاهرات الجمعة الماضية وهكذا اتجاه هذه التظاهرات ألا تعتقد بأنه يفرض على القيادة السورية على السلطات السورية أن تعتمد منهجية أخرى في تعاملها مع المطالب عن التي اعتمدتها في الأيام والأسابيع الماضية؟ نعم يعني كيف تتعامل بمعنى يا أخي طيب ما هاي دولة ودولة يعني مستهدفة ولازم يكون عندها مش قتل الناس يعني أنا بدأ أحكي لك قصة يعني هاي والله العظيم اسمعتها أنا لما صارت المشاكل بين حماسه وبين حركة فتح والله العظيم اسمعت ياسر عرفات بيقول لجماعة الأمنين بيقول لهم أرجوكم ما تخوش فوق تخو تحت يعني على الرجلين أرجوكم دول إخواننا والله العظيم يا أخي مش معقول 17 واحد بموتوا اليوم طب هذا رقم رقم وفي درعة طب كيف تتسكت المظاهرات بمعنى أنه صير فيه تعامل مختلف مع هؤلاء الناس وأرجع وأقول أنه التجاوب مع مطالبهم مش لازم يعني يا أخي مش عيب أنهم يتجاوبوا وخاصة وخاصة الدماء يعني لطالما كان مشهد سيل الدماء وسقوط الضحايا سواء في الثورة التونسية أو المصرية أو حتى اليمنية لحظة فاصلة وفارقة في هذه التظاهرات ترجمة نانسي قنقر